طيب كده خلصنا أخبارنا جوه النادي الأهل هنروح لأخبارنا المحلية منتخب اليد طبعا المشرفنا في كل مكان 8 سبع العالم وابد كده 8 العالم اتقهل الالومبييات طبعا القرعة عملت قرعة توكيو 20-20 اللي هتتلاعب ان شاء الله في شهر 7 اللي جاي احنا وقعنا في المجموعة مع اليابان والبحرين ومناسبة سبحان الله الفرقين دول احنا لعبناهم اليابان لعبناه قبل كاس العالم وكسبناه مطشين والبحرين لعبناه مطشين وأيضا تقريبا أربعة اتنين هنا واثنين هناك وكسبناهم هنا اتنين وكسبناهم هناك اتنين فالاتنين جم معنا يمكن سبحان الله يعني القلب على قلب الرسول وخلينا أقول لكم ان اليابان كانت قول فرقة توصل مصر يعني في الكلس العالم اللي فات أو بطولة العالم اليد كان قول فرقة وشوفنا استقبال الدكتور حاصل مصطفى وطبعا معالي وزير الشباب والرياضة وشوفنا طبعا كان طبعا وزير الطيران كان موجود كان مجموعة كوكبة كبيرة من رجال الدولة كانوا في استقبال منتخب اليابان وكان هو البروتوتيب او اللي هو يعني التجربة الاولى لاستقبال او الفريق فوقعوا معنا في المجموعة طيب مين معنا تاني معنا تلات فرق من المجموعات اللي هقولوا على حضراتكم دي وهقول لكم ايه المجموعة الاولى النرويج البرازيل تشيلي كوريا الجنوبية هناخد الاول هيبقى معنا في المجموعة يعني بالشكل كده ممكن يبقى النرويج او البرازيل او نقول النرويج ماشي يعني لأداد طبعا زمين يناجي بيقولل النرويج ماشي يعني يا جهان مشيه المجموعة التانية فرنسا كرواتيا لبرتغال تونس أنا مش هتكلم فرنسا بس دي هناخد منها التاني المجموعة دي هيبقى التاني معانا ni μش الاول ففرنسا اول يبقى ممكن نقول كرواتي المجموعة دي صعبة جدا بس وتونس كمان عاملة كوي طب احنا مش هنقول عشان محدش يزعل بس هناخد التاني فرنسا طبعا اول وهي كرواتو والبرتغال وتونس السويد سولفينيا الجزائر ألمانيا والسويد الأول هيجي معنا برضو مجموعتنا بالسهلة مجموعة منتخب مصر في الأولمبيات بالسهلة ولكن عندنا حلم والحقيقة لما شوفنا طبعا إسلام حسن وابراهيم المصر معنا حلقة فاتت هم نفسهم كمنتخب بإحلاموا بمديلية أولمبية خلينا أقولكم إن إحنا كألعاب جماعية يعني للأسف مفيش مديلية أولمبية داخلة يمكن كل مديلياتنا في ربعنا مصرعيننا الناس الرجالة بتوعنا دول ولكن الألعاب الجماعية للأسف محقناش ولا مديلية والأمل موجود في منتخب كورت اليد وكلنا عشمنين في ده والحقيقة يعني المجموعة تبقى صعبة بس لما بنقع في مجموعة صعبة بيبقى حسن لنا كتير ونقع في مجموعة سهلة ونقابل الصعب في الأدوار الإقصائية